قال رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيباستيان كورتز إنه من الضروري لبعثة المراقبة التابعة للمنظمة في إقليم الدنباس العمل على مدار الساعة كورتز اعتبر أن الفترات الليلية تشهد حدوث انتهاكات أكثر بسبب غياب مختلف وسائل الإعلام في هذا التوقيت وعرب عن عزمه زيادة عدد المراقبين في إقليم الدنباس وتخصيص معدات تقنية إضافية لهذا الغرض تصريح سيباستيان كورتز جاء بعد ختام زيارة العمل التي قادته إلى كل من كييف وموسكو خلال تواجده في العاصمة الروسية موسكو أكد رئيس المنظمة أن الاتحاد الأوروبي سوف يخفف من العقوبات المفروضة ضد روسيا بعد التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك وأضاف كورتز أن العملية إلغاء العقوبات لن تشمل القيود المفروضة بسبب شبه جزيرة القرم المحتلة